اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد على اهمية مواصلة الاستثمار في الكوادر الوطنية الشافة من خلال تمكينهم وخلق البيئة المناسبة التي تحفزهم على الابداع والابتكار لتحقيق الاهداف المنشودة للمملكة في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه مشيرا سموه الى ان الشباب هم امل المستقبل الذي يعول عليه الجميع لبناء الوطن ونمائه والزهارة وسنواصل السعي دوما من اجل تحقيق تطلعاته وخلق الفرص النوعية امامه ونوه سموه بمخرجات برنامج النائب الاول لتنمية الكوادر الوطنية منذ انطلاقته وحتى اليوم عبر توفيره لمنصة متكاملة تخدم مختلفة جوانب العمل الحكومي وتسهم في تعزيز التنافسية والانتاجية من خلال الافكار والمشاريع المختلفة التي تقدم بها منتسب البرنامج اثناء التحاقهم به او بعد عودتهم الى مقر عملهم بعد انتهاء فترة انتدابهم جاء ذلك لدى لقاء سمو وحفظه الله بقصر الاقضيبية اليوم منتسبية دفعة الرابعة من برنامج النائب الاول لتنمية الكوادر الوطنية حيث اشهد سموه بما ابده من سبوع الدفعة منذ انضمامهم الى اهتمام وشغف التعليم واكتساب الخبرات والمهارات القيادية والادارية التي اتاحها لهم البرنامج مشيرا سموه الى ما يقدمه هذا البرنامج الطموح للملتحقين فيه من فرص التدريب والتطوير وتنمية المهارات عبر سلسلة مكثفة من الدورات التهيلية والارشادية والتدريبية واصق للكفاءات الشبابية واشهد سموه بالجهود الكبيرة التي قام بها منتسبة دفعة الرابعة طوال فترة انتدابهم في البرنامج وما نفذه من مشاريع وبرامج هادفة لتطوير الاداء الحكومي متمنيا سموه لمنتسبة دفعة مواصلة تنفيذ هذه المشاريع خلال عودتهم الى مقار عملهم والتوفيق لكافة الموظفين المتقدمين للالتحاق بالدفعة الخامسة من البرنامج هذا وثمن سموه جهود القائمين على برنامج النائب الاول لتنمية الكوادر الوطنية وما تم انجازه من نجاحات طوال السنوات الماضية متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح في تحقيق اهداف البرنامج وتنفيذ كل ما من شأنه تنمية المهارات والخبرات لدى الكوادر الوطنية بما يواصل تطوير العمل الحكومي في مختلف مساراته من جانب معرب الملتحقون بالبرنامج عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد على ما يليه سموه من اهتمام بالبرنامج لمواصلة تحقيق اهدافه مؤكدين ان كلمات سموه التشجيعية لهم وحرصه على السمرار الاستثمار في الكوادر الوطنية الشابة هو اكبر دافعا لهم للعمل بشكل مضاعف من اجل تحقيق تطلعات سموه نحو نماء والزهار الوطن